قال المحلل السياسي مصباح من ناس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تعتبر معقولة جدا مضيفا أن ذلك يعود إلى سياق التحول الذي تعرفه الجزائر وكذا تأثير الأزمة الصحية والاقتصادية وغياب المخراجات الملموسة في النتائج مضيفا أن النتائج الأولية للتشريعيات يجب أن تقرأ في سياقها الصحيحة متوقعا أن يكون البرلمان المقبل أحسن من سابقها اشتركوا في القناة